اهلا بكم في نشرتنا الاقتصادية لهذا اليوم أظهرت بيانات أن صادرات الصين اكتسبت قوة دفعنا فيما يبفضل ارتفاع الطلب العالمي لكن انخفاضا مفاجأا في الواردات يشير إلى أن ضعف الطلب المحلي قد يواصل التأثير سلبا على ثاني أكبر اقتصاد في العالم وذكرت الإدارة العامة للجمارك أن الصادرات ارتفعت 7% في مايو مقارنة بعام مضى بزيادة 0.9% عن أبريل بينما هبطت الواردات 1.6% مقابل ارتفاعها 0.8% في أبريل نيسان وقالت الإدارة أن الفائضة التجاري للصين ارتفع بشدة إلى 35.9 مليار دولار في مايو من 18.5 مليار في أبريل بدأت شركة أرامكو السعودية كبرى شركات النفط العالمية الاستعدادة لرفع طاقة الانتاجية لحقل شيبا النفطي إلى مليون برميل يوميا من الخام العربي الخفيف جدا بنهاية العام المقبل 2015 وقالت الشركة أنها تضع اللمسات الأخيرة على استكمال مشروع معمل الجديد لاستخلاص سوائل الغاز الطبيعي في حقل شيبا نهاية العام الحالي 2014 بطاقة انتاجية تبلغ 275 ألف برميل يوميا كما أنها تمضي قدمان في إنشاء مشروع زيادة انتاج النفط بحقل شيبا بطاقة 250 ألف برميل يوميا لاستكماله بنهاية عام 2015 شكرا 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 شكرا